ويحقق الانتصارات ويثبت الجدارة التصعيد سمة السياسة العراقية الحاضرة من أين وإلى أين انتظر ملايين العراقيين وزائرين من أرجاء العالم في الكاظمية المقدسة لإحياء مراسم زيارة الإمام الكاظم عليه السلام رغم الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد تمت الزيارة بنجاح أمني ملحوظ وبانسيابية عالية تجشم الجيش العراقي مهمة كبيرة في حظ أمن زيارة الإمام الكاظم عليه السلام مقابل تحديات الموقف السياسي لكنه ما زال صامدا في جبهات القتال والمواجهات مستمرة على أكثر من محور مع داعش لا سيمة في الأنبار وعن التحديات التي واجهة الجيش العراقي آخر الفعاليات والمهمات المناطبه كان مفروض معنا عبر الهاتف العميد يحيى الرسول المتحدث باسم العمليات العسكرية لكن لم يرد علىها الكثير أوعز رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لوزارة المالية بصرف المبالغ المخصصة لسيانة المحطات الكهربائية بشكل فوري للتقليل من معاناة المواطن من الكهرباء في فصل الصيف البشير بقبضة عراقية وداعش يرفض أنفاسه الأخيرة بصواريخ الغاز أثر تحرير قرية البشير من براثن داعش الإرهابي رفس التنظيم الإرهابي رفسته اليأسة بإطلاق صواريخ غاز على سكان القرية الآمنة المحررة مثلت قوات الحج الشعب بالتعاون مع قوات البيش مرقى جهود استثنائية في تحرير القرية متجاوزين الأزمة التي حصلت بين الطرفين العراقيين في ضوز خرمة تم قصف أحد سواترنا الأمامية لمدينة بشير بصواريخ كانت تعمل غاز الخردل وطبعا هذه الصواريخ أو حتى لو إجدادت ما رح تأثر على معنوياتنا ولا على معنويات المقاتلين سنقدم إلى الأمام حتى نحمي هذه المدينة ونبعدها عن الصواريخ والله بعد ما اتحررت منطقة بشير المظومة من قبل الدواعش الأنجاس جاي يضربون عيني صواريخ مال غاز الخردل والكلور نفس ما عملوا قبل الشام يوم هنا تدرون قناتكم كانت حاضرة هسه جاي يضربون علينا جاي يوصل وعدنا أصابات نقلوهم للمستشفي وإحنا جاي نشتغل يعني بالساتر من المجاهدين ننقل ونجيب مجاهدين نودي جاي أثرنا عيني بهذه الضربة أعداء الإنسانية أعداء الضمير خلي الدول تشوف خلي العالم يشوف خلي كل واحد يدعم داعش خلي يشوف هذا الموقف هاي تاز المنكوبة هاي بشير المنكوبة وقع صاروخ كمياءو هنا يمنع بس ما انفجار دا زين على الهندسة يجيبه يجي يشير الصاروخ كماما ساعة الثالثة وعشر دقائق تقريبا تم استلام مركز صحي تازة عنصرين من الحشد الشعبي المقدس الذين أصيبوا بقنابل صاروخية في ناحية بشير والتي سقطت في السواتر الامامية بعد تحرير الناحية من قبل الدواعش والله حسب معلوماتهم التي قالوها لنا بأنهم أصيبوا من غاز الكولور أو الخلد فهم كانوا يعانون من ضيقف التنفس وتقيوم شهر الكرام والطلاع على كل التفاصيل ومجريات المعركة التي حصلت في قرية بشيري نضم معي هنا في السوديو السيد يلمز النجار قائد الحجد الشعبي في القاطع الشمالي حياك الله سيد يلمز جديد يعني يمكن كان انتظار وطول وقت التحرير القرية لكن ما أعرف سمي أقول ما على أسف هي بكل أحوال تحررت وهذا الشي جيد لكن ما على أسف كان وقت التحرير مع الحراك السياسي والشعبي الموجودة في بغداد يمكن هذه القضية أخذت الأخبار وأخذت كل الأضواء من تحرير البشير لكن هي قضية جيدة ونحن نتابعين الموضوع لنعرف شو اللي صار بنشترك بالتحرير أو المحاور اللي اشتركت بكل العملية يالله بسم الله الرحمن الرحيم طبعاً هذه العملية اللي بدأت تقليلاً قبله يومي اشتركت في هذه العملية قوات ثلاث فرقة العباس القتالية والمتجح بلين مع الفرقة قوات البيشمرقة والحشل الشعبي المتمثلة باللواء 16 طبعاً التحالف كان علهم دور اللي كان يكون يذكر الحقائق العملية كانت على محاور ثلاثة المحور الشمالي تم التحرك من قبل الفيشمرقة والدخول إلى مزار الدولة والتوجه منها إلى البونطرج هذا المحور الشمالي المحور الجنوبي تحرك من ثل احمد باتجاه مقام امام رضا لقطع طريق يراغون بشير وهذه المهمة كانت على عاتق فرقة العباس القتالية طريق امداد بالنسبة الداعي طريق امداد طبعاً قبل هذه الامليات كانت هناك امليات اخرى قامت بها فرقة العباس بالتنسيق مع لواء 16 الإحاطة بالمدينة المهمة لواء 16 الحجد الشعبي كانت اقتحام المدينة جيد لواء 16 هو ضمن الحجد الشعبي نعم ضمن الحجد الشعبي هذه المسميات الألوية بالأرقام ضمن الهيئة نعم تسميت نحن لواء 16 قوة التركمان للحجد الشعبي طبعاً هذه المحاور تقريباً أنجزت عامانها في اليوم الأول فرقة العباس عققت الهدف ووصلت إلى مقام إمام الرضا تقريباً منتصف النهار والبيشمرقة دخلوا إلى مزارع الدولة المنتصف النهار التقدم على المفرج يمكن اتأخر ليوم الثاني لكن نحن يواجبنا كان اقتحام المدينة لواء 16 عجد الشعبي لم ننتظر اليوم الثاني بل ساعة خامسة عصراً بدأنا حسب الخطة اللي كانت مرسومة لقواتنا بالدخول من محور إلى المدينة هذا الأمر تحقق إذا سمحت لي واذا سؤالي ليش التركيز على الشمالي والجنوبي والشرق والغربي شنو الدور اللي كان موجود بهم يعني هو إحاطة وإكمال الإحاطة للمدينة واقتحامها بعد ذلك دخل ساعة خمسة ونوص تقريباً ساعة بالستة وصلت مجامع من عدنة إلى داخل المدينة ورفع وعلم العراقي من الجانب الثاني مجامع من فرقة العباش كذلك وبيشمار قد دخلوا إلى المعامرة جيد هسا تذكر تفضل نعم ساعة بعد السابعة أنا والأخ آمر اللواء من الأخ أبو ثائر أخذنا مجموعة 30 نفر من الحجد الشعبي دخلناهم من يم المعامرة إلى داخل المدينة إذن تقريباً ربع المدينة صارت بيدنا والليل انتظرنا الليل إلى الصباح الباقي الثاني يوم ساعة خمسة ونوص تحركنا الأخوة والبيشمار قد احتلوا المنفرج وإحنا كملنا الاقتحام المدينة اللي حصل في هذه العمليات أنا أقول هي كانت ربما إشارة ورسالة نحن بعثناها توحدنا في خضية بشير وهذا الانسجام أدى إلى سرعة العمل اللي كان ننتظره رح أجعل هذا الموضوع أعتبر أنه موضوع يحتاج تفصيل أكثر لكن أنت ذكرت أنه اللواء 16 وفرقة العباس القتالية ضمن تشكيلات الحجر الشعبي والبيشمرقة دور الوزارة الداخلية ووزارة الدفاع أقصد يعني شرطة الاتحادية والجيش العراقي شرطة الاتحادية ما كانوا موجودين بس الشرطة المحلية نحن شاهمت معنا وشكر تقديل لهم يعني بعد التحرير بشي ثاني يوم تم فتح المركز وأخذوا مواقعهم بالنسبة إلى فرقة العباس قسم من عدهم في الحجر الشعبي قسم من عدهم تابعين للعتبات طبعا يعني هم جاءوا إلى منطقة بإمكانيات ضخمة جدا وكان تأثيرهم في هذه العمليات والعمليات السابقة كانت مشهودة لهم ونشكرهم ونشكر جميع اللي شاركوا في تحرير الوضع المدني بالقرية كانكوا بها مدني لا 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 يوجد أي مدني في المدينة كما ذكرتم في تقريركم قبل سنتين صارتنا هذه المدينة مختصة ومنكم الآن رجعت إلى أحضان العراق إن شاء الله ونأمل في الأيام القادمة ستكون هناك عمليات حتى ندفع شر الدواعش عن هذه المدينة وقصفها وتقريركم ذكر بأنه تم قصف المدينة بارحا أهم راح أجعلها المدينة لكن خليني بجزئيات حتى أنت خلين بجزئيات صاركوا مسيطرين على المناطق المحيطة بالبشير معرفة الرقعة الجغرافية اللي موجودة بها أكو قرى بعد من ضمنها القرى المحيطة بها هي بيت داعش ممكن أن تواجهكم مشكلة بالتقدم على كل القرى الموجودة قطعا يعني العدو الآن يشتقل في دوكشومون وكذلك يتواجد في تل الجول والمناطق الرشاد والرياض في العمليات القادمة ستستهدف هذه المناطق لتحريرها بالكامل من دنش الدواش جيد ممكن البعض يقول تواجهكم مشكلة بمسك الأرض بهذه المناطق على الاعتبار أنه تحتاجون قواتكم تحتاج التنقل مثل البيش مرقي بأكو تنسيق مع الشرطة الاتحادية مع الجيش العراقي أنت تعدكم إمكانة مسك الأرض بهذه المناطق معرفش الصورة شنون طبعا أنا أوضح بأنه بعد حتى فيش مرقي بعد ما ساعدونا يجوا من جانب الشمالي انسحبوا إلى مواقعهم الآن قوات أفواج لواء 16 حجر الشعبي هم يمسكون الأرض فرقة العباس القتالية وفرقة إمام علي والآخرين اللي معهم من العتبات ظلوا معنا يساعدون في مسك الأرض الآن ما عندنا أي مشكلة في مسك الأرض السواتر تم إكمالها بالتمام والخنادق تقريبا أنجزناها بارحة للليل وحتى المواقع تقدمنا إلى الأمام ما نعاني من أي مشكلة المدينة كذلك تطهرت مع الأسف ربما ما دل الإعلام ركز على هذا الجانب أو لأن الإعلام مشغول فيه قضايا أخرى المدينة صار محور مهم وسائل جذب بالأبواح أنتم مراسلكم مراسل رشيد يعني مشكورة لكم كان يتواجد فيه أصعب الظروف حتى في القتال أنا أحيانا كنت أتأخر شوي القتال موجود هو جاي يصورنا شعف المدينة المدينة مدمرة ربما تسعين بالمئة يعني ما ممكن يتحدث عن إعادة أهلها في هذه الفترة المقبلة إعادة اللي نزحوا من عدها اللي خرجوا الأهاليها يعني الآن هي ضمن منطقة العمليات فلازم نقوم بعمليات أخرى نندفع إلى الأمام أكثر حتى الأهالي يرجعون بارحة صار حراك يعني وحديث مع المحافظ حضر إلى تازو خرماتو أوعدنا بإعادة الكهرباء والماء مجاري وفعلا ثاني يوم من الصباح الباكر مهندس يالتون هو مدير دارئة كهرباء كاركوب وعدنا خلال يوم أو ثلاثة أيام إن شاء الله الكهرباء سيرجعين من المدينة والماء مجاري أجوا كذلك أزاروا وشافوا الدمار الموجود إن شاء الله جير على هذه القرى التركمانية الباغية تحت سيطرة داعش الآن في هذه المناطق بعد ما ماكو قرية تركمانية تحت احتلال داعش تم تحرير هذه المناطق كلها عنا الآن احنا كتركمان إلى تلاثر في المرحلة القادمة إن شاء الله هذا يعني خطوة كل شبر موجودة بأرض العراق الله يرجع على قضية كل شبر حتى احنا أعلننا اليوم كنا في الحج الشعبي قلنا نحن كوت تركمان بعد تحت البشير حاضرين بينهم نشترك في أي عمليات قادمة في أي بقعة من أرض العراق هذا اللي يتمنى قضية القصف بالصواريخ الغاز ما أعرف الصورة شلون نعم هذا القصف حصل يتكلم بالتقرير نعم يتكلم على أنه أكو آثار فهي مو أول مرة تصير في هاي بالنسبة للقربة على التحريرها فأتمنى الصورة من إنطلاقهم شو نوعية الغاز اللي أضلق نعم أولا طبعا في حديث سابق فتحدثنا معكم سابقا تم اشتهداف تازخ ورماتو وكانت أضرار كثيرة موجودة والأعلام ركز على هذا الجانب كنا نتوقع بأن العدو سيستخدم ما يمتلك من صواريخ في هذه العمليات وفعلا تم استخدام عشر صواريخ واحدة ما انفجرت البقية انفجت انفجرت قريب الساتر وعلى محور الجنوبي اللي كان بفرقة العباس القتالية المجروحين أكثر من 20 نفر قسم غادروا المستشفى والدكتور الطبيب أكد من المستشفى الجمهوري في كاركوك بأنه هذه علامات غاز الخردل إذن هاي مرة ثانية مرة ثالثة معلوماتكم من انطلق هاي صواريخ من نفس المكان السابق اللي انطلقت من عنده حسب معلوماتنا بأنه انطلقت هالمرة من أطراف تل الجول فتم استهدافهم من قبل مدفعية فرقة العباس وكذلك مدافعنا ابتعدوا الآن في خطة خطة العمليات بأنه إن شاء الله أن قريب سنذهب باتجاه العدو حتى نبعد العدو ونبعد المدينة عن أي قصف مستقبلي طيب أنا أجلت الموضوع الحديث بنهاية الحديث وياه قضية اشتراك البيش مارقا بعد مواجهات وحرق آليات والكلام اللي دار وصلت مرحلة على أنه تقدم البيش مارقا لطوز خرمات والمواجهات اللي صارت اللي عرقلت قوات الحج الشعب من تركمان وغيرهم للدخول لقرية البشير كانوا يعتبروها قضية مقصودة لكن ما أعرف هذا كله تفند بمشاركة البيش مارقا وياكم خطعا ما أعرف الصورة اللي صارت ليش كل اللي صار شون شفتوا مشاركة البيش مارقا وجهودهم شون كانت العسكرية خاصة بتحليل قرية البشير أنا أكيد أنا جانب بينهم الإعلام أحيانا عدم أهداف يحققوها عن طريق مشاكل أو أزمات تحصل في مناطق محددة نعم أزمة طوز خرماتوية كانت أزمة سابقة اتفقنا على بنود لم يتم تنفيذ بعض البنود كانت سببا لخلق مشكلة وطورت المشكلة وصلت إلى أزمة في طوز خرماتو احتويناها الآن لجنة أنا موجود باللجنة جاي ننفذ فقرات اللي اتفقنا عليها إحنا سابقا نأكدنا والآن نأكد إحنا مع البيش مرق قاتلنا النظام السابق وقاتلنا في سنوات سابقة العدوم الواحد وهذه كانت الرسالة واضحة بأنه لا يوجد شيء يعني العكراد أو البيش مرق ليسوا أعداء لنا ففي بعض المشاكل تتحول إلى أزمات بحاجة إلى حل هذه المشاكل حتى لا تتحول إلى أزمات دور البيش مرق في هذه العمليات كانت دور مشرف جدا أبطال ومع فرقة العباس يعني نحن أنا نيابة عن الأهالي أشكرهم شكر جزيل وشكر آخر لأبطال اللواء 16 حجد الشعبي كان قتالهم قتال جدار ومتاج القضية القضية المشاكل أو المشكلة الكبرى هي قضية التنسيق وإعطاء لأوامر من اللجنة العليا بقضية التنسيق وإعطاء لأوامر اللي قدرت تجمع بينكم بين اللي بيش مرقب هاي العملية العملية كانت أكو غرفة عمليات الشيخ ميثم موجود الشيخ جعفر آخرين نحن موجودين أبو ثائر كآمر اللواء موجود هي كانت هناك تنسيق المحاور أكو غرف عمليات فرقة العباس ما شاء الله عدهم إمكانيات حتى كنا في غرفة عملياتهم عدهم تصور عالي نشاهد المنطقة فعمليات بدأت وانتهت بتنسيق وتعاون متكامل والتنسيق خاصة مع فرقة العباس وكش مرقب هذا التنسيق سيظل مجتمر لتحقيق كل الأهداف المخاطمة والمخططة لها منا وأكيد إن شاء الله تكون لقاءاتنا بانتصارات أخرى سبحاني نشكرك سيد يلمز النجار قال الحج الشعي في القاطع الشمال حياة شكرا لنا مصادر محلية في استخدام شركات أمنية لحماية منطقة الخضراء التصعيد السياسي سمة عراقية حاذرة من أين يأتي وإلى أين يقود البلاد الناب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي استبعد الاستعانة بشركات أمنية خاصة لتأمين المنطقة الخضراء وعزى ذلك إلى الضائق المالية التي تعيشها البلاد ويرى أن ما عشت البلاد خلال اليومين المنصرمين هو نوع من أنواع الفوضى ولا يمت بأيصل الإصلاحات وحرية التظاهر وفرد الطرفي أن الجهات الأمنية يجب أن تقوم بواجباتها وأن لا تدخل البلاد في مأزقها محافظ بغداد علي التميمي قال أنه لا دخل للقوات الأمنية التي تتكفل بمهمة ويحدث في المنطقة الخضراء من المظاهرات وصفها بالعفوية وأشار إلى أن القوات الأمنية في المنطقة كافية ومتعاونة مع المتظاهرين الذين اقتحموا فهم تواجه الحكومة تحديات ليست بالسهلة بين التجادبات السياسة والخدمات والأمن الجمع موعد التظاهر والاعتصام بصيغة جديدة كما وعد المتظاهرون مما رفعوا سخف المطالب بعد خروجهم من المنطقة الخضراء بمحظ إرادتهم هذه الإرادة التي تجاهلها الكثير من السياسيين الذين لم يتجروا على التصريح أثناء تواجد المعتصمين في المنطقة الخضراء لكنهم الآن يتجرؤون على التصعيد والأمور تأخذها الأطراف كل الأطراف نحو التصعيد لا تهدئ أسئلة كثيرة يطرحها المراقبون في مقدمتها البحث عن رأي المرجعيات الأمنية والسياسية والدينية والمدنية على حد سواء بهذا الخصوص والسؤال الذي ينبع من الماضي ليقرأ الغد بتاريخ الغد إلى أين سيرسلنا التصعيد هذه الأسئلة نوجهها إلى ضيفنا الدكتور عصام الفيلي الباحث في الشأن السياسي حكرا دكتور حكرا دكتور عصام الجليد يعني اللي جرى من حراك شعبي سياسي ممكن أن يدرج ضمن الخطوات الديمقراطية ممكن نمطي هذه الصفة يعني أو نتفهم على هذا النطاق نطاق الحريات الديمقراطية اللي دامنا نخليها عنوان للعراق الجليد يتحدث به بعد 2003 يعني استعال هاروم ببداية تحية لكل مشاهدين الكرام أعتقد ربما أننا نملأ لفأي شكل من أشكال الممارسات في هذا الإطار دعني أقول في بد أولا أن ما جرى هو نتاج دعني أقول شحنات عاطفية من جماهير سبقتها جملة من التحذيرات للطبقة السياسية متمثلة لضرورة الذهاب لا تشكيل حكومة تكنقراط ولكن إصرار أكثر من طرف في بادي الأمر كان في يوم الثلاثاء تم التصويت على ست وزراء وإضافة إلى أبقاء سيد رئيس مجلس النواب العراقي في مكانه كان جواهر تأمل أن تعقبها خطوة بعد أن كان هناك جملة من الاعترارات ولكن الجماهير حينما أحست أن هناك بعض التصريحات السياسية هناك من كان يقول أنا ليست على استعداد أن أقصي وزرائي لأن هؤلاء أيضا مثل تكنقراط ولكن سياسيين وهناك من ذهب باتجاه عدم أكمال النصاب وجدوا بشكل من الأشكال دعني أسميه المماطلة والتمويه بما معناه أقبار المشروع لذلك ضمن هذا الإطار تحركت الجماهير هناك سابق قبل هذا وذاك حينما القوات المسلحة العراقية اليوم لم تعد جزءا أو أداة قمعية بجئة النظام السياسي اليوم هي جزء من المواطن وبالتالي هي جزء من معاناة المواطن وهي تخشى أن تذهب إلى حافات الصدام مع المواطن جيد دكتور هو هذا المنطيحنا يعني معرف بين الصورتي الصورة الأولى تقول أنه صارت حالة من الفوضة كان ما ممكن أنه للمتظاهرين يقتحمون المنطقة الخضراء بهذه الطريقة بالمقابل ممكن البعض فسر على أنه نتيجة حتمية لكل الكبوات والنكسات اللي مرت فيها البلاد اقتصادية سياسية أمنية بالتالي الصورة الأقرب للتفسير ممكن كان نقول ما يطبون هاي الطريقة بالمنطقة الخضراء كان الطريقة صعبة رمز الدولة العراقية نتحدث عن رمز السيادة نعم يعني أولا إذا نتحدث نحن عن الرمز والسيادة أعتقد في هذا الإطار أولا لم تكن هناك أطلاق طلقة واحدة أو أي عيار ناري هم دخلوا بطريقة دعني أسميه التسونامي البشري وهذا التسونامي البشري دائما يحقرك العقل الجمعي على هذا الأساس أقول أسكانك ضرب للنواب تكسير سياراتهم أولا أنا أقولها بصراحة أنا ضد إهانة أي مسؤول عراقي أو أيناء بعراقي مهما كان أنا أقول أن الذي أسس إلى هذه الإساءة هم النواب أنفسهم لا يعقل اليوم أن نائب أو مسؤول في البرلمان يرمي رئيس الوزراء بعلب المناديل الفارغ هذه معيبة ولا يعقل أن يرميه في القناة الفارغ حتى لرئيس مجلس النواب ولا رئيس مجلس الوزراء أنا أريد أن أسأل الجميع الذين رأموا رئيس الوزراء هل كنتم تتجرؤون أن ترمونا رؤساء كتلكم بهذه الممارسات إذن أنتم من أسستم إلى ثقافة عدم احترام رمزي وعدم احترام خصوصي إضافة إلى كل هذا الطريقة المهينة تعرض لها عدد من النواب سواء كان نواب العرب أو الأكراد أنا أرفضها جملة وتفصيلها وبالتالي حتى التيار الصدري قال بصراحة نحن وحتى سيد مقتدر الصدري رفض هذه الفكرة النواب كتة الأحرار يعني بعض التسريبات الخبرية يقول قدموا اعتذار إلى بعض الجهات ضمن هذا الإطار أقول أن في العقل الجمعي تتعطل كثير من المفاهيم القيمية وبالتالي تندفع الناس بعواطفها وفي اختراكمات وأنا لا أستبعد أن يكون هناك اختراقات من قبل بعض الأشخاص في هذا الإطار إذا ما اعتبرنا هذا التصعيد ممكن لها التصعيد بالواقع السياسي الموجود عندنا أن يكون نتاجة واضحة على العراق بالأيام المقبلة يعني أولا دعني أقول أن هذا التصعيد هو أتى بناء بعد استقرأ المعتصمين أن العطلة البرلمانية ستبدأ لمدة شهرين كان من المقرر أن تبدأ في بداية شهر الخامس وتنتهي في بداية شهر السابع بواحد خمسة الواحد سابع نعم ضمن هذا الإطار استاذ هارون وجد المعتصمين أنفسهم في موقف حرج يعني لذلك حينما لم يكن هناك أكمال للنصاب وجدوا عملية دعني أسميه تسويب على هذا الأساس ذهبوا بهذا الاتجاه النقطة الأهم من كل هذا لا دكتور النقطة الأهم خلينا نسورك عن النقطة الأهم أنت هسي أعطيت صفة الوعي والإدراك الكامل لدى المتظاهرين ولغيت صفة وجود القيادات اللي ممكن تحركهم يعني تتخيل أنه ممكن ينتحرك المتظاهرين والمعتصمين على أساس أنه يدرون أن يكون عطلة رحسة من واحد خمسة الواحد سبعة يعني بصراحة متابعين لشأن السياسي ممكن ما يدري بها يدري بها المتظاهر يعني أولا دعني أقول بكل صراحة أولا المتظاهرين أدت فئات هي تمتاز بوعي سياسي وواضعة المعالم فئة الأخرى من دفع بعواطفها ولكن في المجمل أنا أعتقد كانت هناك مخاوف من هذا الانتجاه ولكن أقول أن الذي يتحمل المسؤولية كل القوة السياسية العراقية لماذا؟ كان الأحرى بهم أن يكونوا واضحين ويذهبون إلى المطوخ السياسي يعدون صيغة إكمال الحكومة وبالتالي لا يضعون أنفسهم في حرج ولا المتظاهرين وبالتالي يحافظون على هيبة الدولة العراقية طيب بكل هذا اللي جرى من قضية دخول المتظاهرين قضية الدخول للبرلمان لانسحاب ساحة الاحتفالات والاحتصام اللي صار بها البعض فسر على أنه وجود اتفاق سياسي بين أطراف معينة ونروح أبعد البعض قال أنه الرئيس الوزراء عطاهم أمر لاستفادة من المد الصدري اللي موجود والاستفادة بتهديد الخصوم ممكن يكون هذا التفسير واقع بهذه المرحلة؟ يعني هنا أتحدث بصراحة يعني كانت هناك عبارات أن هناك من قال أن رئيس الوزراء ضعيف هناك من قال أن رئيس الوزراء لم يكن حاسما في الأمر هناك من قال أنه متفق أنا أريد أن أسأل أتحدى أي مسؤول آخر بكى رئيس الوزراء أن يستطيع أن يوجه الجيش العراقي بفتح نيران على المعتصمين كلنا يعلم أنه في طرد مرة الأولى القيادة على المعتصمين فتحت الباب المرة الثانية حينما دخل السيد مقتدر الصدر السيدة محمد رضا قبل يدم السيد الصدر في هذا الانتجاه بقية الأطراف أنا أقول في هذا الإطار نحن مرينا بأزمة دعني أسميها وأزمة حانقة ولكن المهم في هذه الأزمة أن الكل استفاد من هذه التجارب يعني هذه التجربة اليوم لم يعد هناك إمكانية اقتحام حقيقة لأنه سيد مقتدر الصدر بعد هذه الأزمة قال أنني ذاهب بالاعتكاف وبالتالي هو لم يرضى على أي ممارسات من هذا الإطار إضافة إلى كل هذا أن القوة السياسية في هذا الإطار عليها أن تذهب من أجل المعالج ما هي المعالج ربما تسأل ما هي المعالج أن يتم الدعوة إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس النواب العراقي إذا لم تكن تتهيئ الأوضاع اللوجستية في مجلس النواب العراقي بعد ما تعرف لهم التخريب ودمار عليهم أن يذهبوا إلى عقد جلسة قد يكون جلسة طارئة واحدة في برلمان أقليل كردستان وأكمال تشكيل الكابينة الوزارية لأن كما تعلم هناك فوبيا خاصة لدى النواب في عدم الحضور في جلسات رح أتكلم على هذا الموضوع لكن كان مطالب المتظاهرين وحتى المطلب الأول بقضية انسحافه من ساحة الاحتفالات هي قضية التصويت على كابينة وزارية لكن هذه الجلسة ما رح تتحقق لأنه أكو اتحاد قوة علق مشاركته بجلسات البرلمان الكرد ذهبوا إلى كردستان وقالوا ما نرجع إلا بضمانات هذه الضمانات رح نتحدث عنه شنوع الضمانات اللي ممكن يحصلوها بالتالي بجلسات ما رح تتحقق لأنه أصلاً أكو مشكلة بقضية النصاب كيف رح تتحقق النصاب وإحنا عدنا كرد زعلانين والتحاد قوة مخدين على خاطرهم يعني أولاً أنا أقول في هذا الإطار الكل مخاوفهم مشروعة الكل يعني في موضوع الخوف من العودة إلى بغداد أنا أعتقد هي حالة جداً طبيعية لكما تعلمني أنه لا أحد يؤمن على حياته وبالتالي ما تعرضوه له من لجمة وقولها بصراحة جعلتهم يعيجون الحسابات في هذا الإطار لذلك ضمن هذا الإطار اليوم يجب أن يعمل المطبخ السياسي بصورة فاعلة كل أعمدة الحكمة في العملية السياسية سواء كانت القيادات أنا تحدث عن رعساء كتل تحدث عن شخصيات فاعلة هؤلاء يجب أن يذهبوا باجتماعات منكوكية في أقرب وقت ممكن وبالتالي يخرجون بمحاصلة ورؤية توافقية من أجل معالجة الأزمة اليوم لا يمكن أن يبقى العراق والحياة معطلة أقولها بصراحة في موضوع المعتصمين اليوم حتى الموقف الدولي تجاه هذه الأحداث لا يرتضي دخول الأمم المتحدة على الخط اجتماعاتها مع الجانب الإيراني وإيران أعلنت أنها على استعداد لحل الأزمة الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت صراحة أنها تدعم السيد العبادي وهذه رسالة واضحة لكل القوى السياسية الذين يفكرون بتغيير السيد العبادي أن التغيير لا يمكن لماذا؟ لأن كل القوى السياسية تقول أنه غير العبادي لكن ما هو البديل؟ أنا أتحدى اليوم كتلة سياسية تقود استطاعت أن تجتمع ثلاث كتل من مجموعة كتل السياسية فيما بينها هيئة البديل لذلك ضمن هذا الإطار الوصول ما هو بكل هذا الحراك بقضية طرح التغيير الوزاري وحتى يتعدل القضية إلى طرح تغيير رئيس المجلس الوزراء هذا الكلام منطقي وعمر الحكومة باقي لسنتين؟ أنا أعتقد أولا غير منطقي لأن كما تعلم القوى التحالف الوطني قد حرقت كونها الكتلة الأكبر أتحدث قد حرقت كل شخصها السياسية الكل زجته في العملية السياسية لم يعود هناك على أقل أنا أقول وهذه إشكالية المؤسسة السياسية في التحالف الوطني كان المفروض أن يتم وضع على أقل فتخمس شخصيات ستة لا يزجون في السرطات التنفيذية طوال هذه الفتاة كوزراء وغيرهم بالمناسبة بالتأكيد ويكونوا كبدلاء مناسبين في أوقات الأزمات اليوم لم يعود هناك داخل الكتلة الواحدة يعني داخل حزب الدعوة هناك عدة أراء داخل المجلس الأعلى أكثر من رأي داخل حتى الفضيلة في ذلك هذا يخلق مزيد من الإرماك والأزمة طالما أنه ليس هناك أمكانية اتفاق على شخصية في وضع نحن قابق أو سين أو أدنى من يعني ما تبقى من الحكومة أقل من نصفها أقولها بصراحة يتحتم على الجميع النظر إلى ماذا بعد هذا ودون تركي البلاد في حالة جموز سياسي أو فراق جيد بكل هذا الحراك قضية دخول المتظاهرين لمبنى مجلس النواب واعتصامهم بليلة واحدة في المنطقة الخضراء هذا كلها غير من الخارطة السياسية يعني اليوم طلحت أفكار يعني اليوم الوضع لم يعود يعني حقيقة أن الخوة السياسية هي وحدها القادرة الموجهة هناك أطراف بدأت فاعلة تحريك الشارع العراقي ليس بالشأن الهين ودعني أقول لك أن موضوع الشارع العراقي هو سلاح ذو حدين يعني حينما يكون تحركه بهذه الكمية الهائلة يبعث مثال قلق أيضاً لشركاء السياسيين حينما تكون الكثرة هي التي تتحرك الشركاء السياسيين بدأوا يعون أنهم أين هم وجودهم هل نحن الآن أمام احترام دستوري واحترام للمحصلة صناديق الاقتراع بس لأبعد من هذا اللي كانوا مختلفين اتفقوا على قضية أنه الدخول غلط واللي كان عنده مشاكل وطرفه آخر تعاطفوا يالي نواباً ضربوا بالتالي أكو توحد واتفاق توحد واتفاق هذا حتى صار حتى على رئيس الوزراء اللي ما كان مقتنع تغيير رئيس الوزراء اقتنع الآن لأنه اعتبره ضعيف بإدارة الملق لأنه تدري بعدهم دائماً علمونا أن النور من توصل اليومهم بعد كل شيء عدهم لازم يحرقوا يعني أنا أقول في هذا الإطار اليوم موضوع ضعف رئيس الوزراء أو عدم ضعف وأنا أريد أن أسأل كل القيادات السياسية أريد أن يخرج على الملأ ويكون شجاع ويقول أنني اليوم رئيس كتلة سياسية لو خرج دخل المتظاهرون هل أفتح أنا النار أو أعالجها؟ ما هي المعالجة التي يتم معالجتها؟ اليوم نتحدث عن ناس عزل ساقتهم العاطفة ساقتهم المعاناة طوال إحنا نتحدث أستاذ هارون على مدى ما يقارب 13 عام والحديث عن مئات المليارات مهدورة وقوة سياسية متصارعة ومختلفة فيما بينها على توزيع السلطة هل أنا أريد أن أسأل هل القوة السياسية التحارف الوطني على استعداد أن يسوق السيد سامي المظفر كتكنقراط شيعي وكان يجعل منصبا وزاريا بديلا للعبادي أنا أقول لك من هذا المكان كلا لأن أنا أحضر في لقاءات مع كبار الشخصيات وحينما تصل لنقطة الفصل للموضوع السلطة الكل يقول لا هذا استحقاقنا نحن كم نملك من السلطة كم نملك من أعداد فهذا استحقاقنا شون نشوف تعليق اتحاد القوة وبقاء الكرد في كردستان على المشهد شون ممكن أن يتغير شون النتائج اللي رح نشوفها بالفترة المقبلة يعني أولا في موضوع اتحاد القوة أنه حتى اتحاد القوة هو غير متفق فيما بينه بالمجمل يعني دعني أقول هذه إشكالية القوة السياسية العراقية نجد في كل قوة السياسية هناك عدة أفروع عدة آراء بل أن هناك مثلا طالبة اليوم حتى تأكيد سيدنا محمد تيمين أن هناك من طالبة بإقالة محمد تيمين اليوم مستوى الصراع داخل كتلة واحد أما موضوع الكرد أعتقد أن الكرد في هذا الاتجاه كانت هناك رأي دعني أقول بصراحة يعني رأي الحزب الديمقراطي الكردستاني اتزم الصمت بحين أن آلاء طلباني وآرام الشيخ محمد الذي يتعرضوا للضغط والمعاملة القاسية نجد تصريحاتهم كانت نارية في هذا الاتجاه اليوم الموقف تحكمه يعني تحكمه المصالح تحكمه الرؤية الماذا بعد هذا اليوم العراق يمور بأزمة ساخنة وأعتقد أن أطلة مجلس النواب هي التي حفزتهم لاتخاذ المواقف المتصلبة بالتالي ما أعرف علنوا المتظاهرين قياداتهم إذا كانوا عن طريق التيار الصدري أو التيار المدني علنوا عدة شروط بها تصعيدية رح يكون هذا شفتين معرف أكيد أن تطلعت عليه قضية التصويد مرحلة الثانية تغير الرئاسات مرحلة الثانية مدنية وقت حامل بقرات الرئاسات الثلاث هذا التصعيد بمسلحة المتظاهرين خطواتهم ممكن أن تدفع الطرف الآخر للتصعيد أيضا والتعامل بقوة ويهم يعني هذا أولا يأتي في إطار الضغوط التي تمارس اليوم دعني أقول بصراحة أن الفاعل الأساس في هذا الإطار هو السيد مقتدر الصدر هو الذي يحرك الشارع بصراحة نقول كمحصلة أكبر مع وجود قواء أخرى هذه مسألة المسألة الأهم ممكن هذا وذاك أعتقد أن اعتزال السيد مقتدر الصدر واعتكافه بعض المصال تقول أنه وصل إلى إيران وبقيه هناك هذا أيضا ربما يكون في حالة تشاور مع مرشده الروحي سيد كاظم الحائري وكما تعلم أن اليوم الوصول إلى حافات الصدام لا إيران تقبله ولا الولايات المتحدة الأمريكية تقبله لماذا؟ لأن إيران لديها المشروع الشيعي التي تحافر عن شبط الحكومة كيف في إطارها العام الشيعية مع وجود شركاء وولايات المتحدة الأمريكية أيضا تدعم السيد حيدر العباد يضمن هذا الإطار من الممكن أن يكون هناك توافقات خاصة إذا ما علمنا أستاذ هارون هناك جزئية أساسية نحن دائما تعودنا أن نرتضي بأنصاف الحلول الخارجية أكثر ما ارتضاءنا بالحلول كاملة جيد لكن دكتور ما أعرف خلينا هذا الموضوع بعد أصل مواضح لكن خلينا نأخذه بافتراضية المتظاهرين طلعوا وكانت وساطة مواضحة إيران بره بره بالتالي وراء يوم من السيد مختل صدر أنباع عن توجهه إلى طهران لم يكن خلال ساعات كان هناك بيان للدكتور ضياء الأسدي الأمين العام لكتلة الأحرار هذا كل الحراك وقال نرفض هذه التصريحات بالتالي لو ما طال على المعلومة على أن سيد مقتد الصدر وصل إلى طهران ما أعرف هذا التحرك بالتالي نقول أنه اللاعبين الرئيسيين إيران بالمنطقة هو بعده موجود وما ممكن أن نتحدث عن ابتعاد أي لعب رئيسي من دول الأقليمية يعني أولا أنا أقول هناك تسريبات حتى خبرية بأن سيد مقتد الصدر رفض هذه التصريحات وبالتالي قال أن إيران كجارة صديقة مسلمة وأنا أقول أن السياسة الخارجية للعراق لا ترسمها الإنفعالات العاطفية اليوم نحن بحاجة أن نقيم علاقات متوازنة مع إيران مع تركيا وحتى أن نقيم علاقات متوازنة مع الولايات المتحدة الأمريكية لأن هؤلاء لاعبين أساسيين هناك دول إقليمية لاعبة وهناك دول قوية يعني من الولايات المتحدة وغيرها ضمن هذا الإطار أقول أن هذا التصريح أعتقد وحتى موضوع ذهابه إلى طهران أتى لكي يضرب هذه التصريح ويعلن البراءة منها لذلك أقول في هذا الإطار أن العقل الجمعي حينما سار ربما يكون هناك أشخاص أرادوا أن يذهبوا بهذا الشحن الذي رفضه التيار الصدر طيب اسمح لي أن أشكرك الدكتور عصام الفيلي الباحث شكرا لكم وحظوه شكرا لكم مشاهد الكرام شكرا لكم باتشرا مع السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة